الإنسان بطبيعة يحب الخير لكن تخيل معي أنك شخص فقير جدا وبينما أنت في غابة مظلمة في جوف الليل ومعك مسدس وفجأة يظهر لك شخص معه مليون دولار ففي هذه اللحظة ممكن أن تني حياته في سبيل أن تحصل على المليون دولار أو ممكن أن لا تني حياته والسبب هنا سيكون الخوف من عقاب الآخرة وعقاب الدنيا والذي يتمثل في أنه لن يرتاح لك بال بعد قتل حتى لو لم يعلم أحد وربما يظهر لك في الأحلام وهنا ستسلم نفسك حتى ترتاح من هذا أو من هذه الهواجيس يقول عمر المختار إن الظلم يجعل من المظلوم بطلا وأما الجريمة فلابد أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرية لذلك ففي هذا الفيديو سأعطيك ملامح إذا وجدت عند أي شخص استدعي الشرطة حالا للتحقيق مع هذا الشخص فهو ربما مرتكب جريمة أو إذا لم يكن مرتكب جريمة فيجب أن يذهب إلى طبيب عقلي أو طبيب نفسي طبيب للأمراض العقلية أو الأمراض النفسية فأول ملمح معنا وهو البياض أسفل العين عندما يظهر البياض أسفل العين فهذا الشخص يعاني من ضغط نفسي شديد جدا وهذا الضغط النفسي يتحول لأن يجعله غير قادر على التفكير بشكل متزد فهذا الشخص أو هذا الضغط النفسي كمثال مثل الطفل الذي يعاني من الضغوط المدرسية أو الموظف الذي يعاني من ضغوط العمل من مدير العمل فإذا ظهر لديك بياض أسفل العين فهنا يجب أن ترتاح لفترة تأخذ فترة تراحة وإذا لم يزل هذا البياض فهنا أنت في خطر شديد جدا فيجب أن تذهب وتستشير طبيب نفسي أو طبيب عقلي طبعا هنا سنريكم الشخص الذي يجب أن يتم القبض عليه فورا والذهب به إلى مستشفى المجانين أو التحقيق معه أولا والذهب به إلى طبيب عقلي فإذا ظهر لك بياض أسفل العين فهنا يجب وعليك أن تذهب إلى طبيب نفسي أو إذا وجدت لدى أي شخص فيجب أن يرتاح هذا الشخص لفترة معينة حتى يزال هذا البياض ففي الغالب يظهر فقط بسبب ضغوطات نفسية بالنسبة للبياض إذا بدأ يظهر فوق العين أو في الجزء العلوي من الحدقة فهذا الشخص يعاني من ضغط عصب يجعله شخص عدواني بالنسبة للأول الذي يكون لديه بياض أسفل العين هذا الشخص يرى المحيط الخارجي خطر عليه لكن هذا الشخص يكون هو خطر على المحيط الخارجي فيتصرف بعدوانية زائدة ويتصرف بعنف ويتمثل هذا الشخص في القائد العسكري الذي يأمر بقتل جنود آخرين أو يقوم بتعذيبهم فهذا الشخص يكون شخص عنيف جدا وتجدها عند بعض المصارعين فيجب عليك إذا ظهر لديك بياض أسفل العين أو أعلى العين فهنا أنت خطر على المجتمع ويجب القبض عليك حالا فإذا رأيت أي شخص لديه بياض فوق العين فهنا يجب أن يتم تحقيق معه من طبيب يتم قبضه من الشرطة وبعد ذلك يذهب به إلى طبيب عقلي ليتحققوا من سلامة تفكيره بالنسبة إذا ظهر لدى شخص أو رأيت شخص لديه بياض أعلى العين وأسفل العين فهذا الشخص حرفيا العقل لديه منفصل عند الوعي فهذا الشخص ممكن أن يكون مختل عقليا لذلك إذا رأيت شخص لديه بياض أسفل وأعلى حدقة العين فهذا الشخص خطير جدا غير واعي بتصرفاته ممكن أن يكون في هذه الحالة مرفوع عنه القلم فلذلك يجب أن تذهب وتتصل بأقرب رقم خاص بالشرطة للتحقيق مع هذا الشخص هل هو شخص طبيعي فهذه النظرة في علم الفراسة تسمى أو حسب الدراسات وجدوا أن أصحاب هذه النظرة أشخاص غير سويون وتسمى هذه النظرة النظرة الغير إنسانية سنريكم كيف تظهر هذه النظرة هل ترون هذا الشخص مثلا هنا بدأ البياض قريب بمجرد أن يظهر بياض هنا كذلك فهذا الشخص يعني بياض في النظرة العادية ليس شخص يتعمد فعلها فهذا الشخص هنا يكون خطر جدا على الأطراف الآخرين ويجب التحقيق معه والقبض عليه فورا بالنسبة إذا ظهر طبعا هذا الشخص كذلك هنا مع نقات المتسلسل كما ترون هنا بياض أعلى العين فهذا الشخص يتصرف بقسوة بعدوانية يجب القبض عليه والتحقيق معه هل هو سوي غير سوي وتهدئته أو القبض عليه إلى أن يهدأ هذا الشخص فربما تكون آتي الحالة لفترة وجيزة وبعد ذلك تذهب فمثلا هذا الشخص هنا كما ترون بياض هنا واضح أسفل العين بزيادة فهذا الشخص كذلك شخص غير سوي كذلك الشخص الذي يكون لديه لون العين هنا يوجد فيه دهبي فهذا الشخص كما ترون هنا يوجد لون دهبي في العين فهذا الشخص يعشق سفك الدماء إذا وجدت لدى شخص بريق في العين باللون دهبي أو لون في العين بغض نظرة إذا كانت العيون كلها دهبية أو لون في العين دهبي فهذا الشخص يعشق سفك الدماء فيجب أن تكون حذر جدا من هذا الشخص وإذا وجدت معها أحد الملامح الأخرى فاتصل بالشرطة فورا للتحقيق مع هذا الشخص هل هو بريء أم مجرم أما الشخص الذي يقوم بجريمة كيف تعرف أن هذا الشخص قام بجريمة معينة فسوف تجد أن الجزء العلوي من الحذقة بدأ يكون مغطى أو الجزء العلوي هنا من الحذقة مغطى فهذا الشخص أو وجدوا أن جميع المجرمين أو أغلب المجرمين يوجد لديهم الجزء العلوي من الحذقة مغطى بعد ارتكاب الجريمة والجزء السفلي من الحذقة يوجد فيه بيض لأنه يعاني من ضغط نفسي ويخفي جريمة هنا فيتم القبض عليه ويجد لديه هذا الملامح فإذا وجدته لدى أي شخص يجب أنظر إلى الفم إذا وجدت الفم هنا يوجد به خطوط بجانب الفم أو يوجد نغزة بجانب الفم هنا فهذا الشخص هنا يخفي أسرار أو يعني انتفاق هنا يوجد كخط فهذا الشخص يخفي أسرار فهو هنا ربما مرتكب جريمة معينة ليس شرط أن تكون جريمة قتل ربما تكون اختلاص أموال فهذا هو الموضوع فكذلك هذا الشخص قم بإبلاغ الشرطة عنه ليتم تحقيق معه ما الجريمة التي ارتكبها كذلك الشخص الذي يوجد لديه هنا طبعا هنا كذلك الوجوه العظمية يجب الحذر منه الذي يكون لديه الخد هنا مثلا مفرق ونفس الشيء هنا مرفوع جدا هذا الشخص أو الشخصيات التي ترتفع ويوجد بياض أسفل العين يعني بياض كبير هذا الشخص كذلك يكون خطر على المجتمع حذقة صغيرة شخص قاسي الوجوه عظمي شخص قاسي خالي من المشاعر كذلك هذا الشخص يجب الحذر منه واستدعاء الشرطة للبحث معه إذا وجدت فيه أي شكوك والملامح الأخرى التي ذكرنا الشخص هنا مثلا هنا كذلك يوجد لون دهبي فهذا الشخص يعشق سفك الدماء لكن هنا هو أقرب للأصفر فهذا الشخص جبان وعدواني في نفس الوقت إذا وجدت شخص لديه لون العيون أصفر فهذا الشخص يجب عليك فورا الحذر منه لأنه دائما يضرب من وراء جدار يعني يضرب وهو مختبئ لا يواجه بشكل مباشر فهو شخص جبان وعدواني في نفس الوقت يعني مثل ما يفعل طبعا لا نقصد بهذا الشخص تحديدا لكن الصهاينة حاليا يقصفون من الأعلى ليس تديم الشجاعة للدخول فهذا نوع من العدوانية مع الخوف الجبن مع العدوانية فهذا هو الموضوع بكل بساطة فنذكر بشكل أو بشكل مختصر من الشخصيات الغير سوية وأول شخص معنا هو الشخص الذي يكون لديه الجزء السفلي من الحدقة مرتفع يرى الآخرين خطر وإذا كان الجزء العلوي يعني الجزء العلوي غير دائر فهو يخفي أشياء هنا فربما يكون يخفي أسرار خطيرة الشخص الثاني الذي تكون لديه أعلى الحدقة أعلى الحدقة فيها بياد هذا الشخص خطير على المجتمع ويجب الإبلاغ عنه فورا هذا الشخص قاسي شخص عنيف بالنسبة للشخص الذي يظهر لديه البياد من كل جهات الشخص الذي يظهر لديه البياد من كل جهات هذا الشخص أواتي النظرة تدل على أن هذا الشخص العقل لديه انفصل عن الوعي فهنا يصبح شخص غير سوي إطلاقا وكذلك يجب تحقيقه معه هو القبض عليه لأنه هنا مرفوع عنه القلم ويصنف أو ممكن أن يكون مختل أو مجنون عقليا وممكن أن يرتكب أي شيء لأنه مفصول عن الواقع أو وعيه مفصول عن الواقع فهذه هي ملامح الخطر بكل بساطة نراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم